في الرياض وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لغرف السعودية أيضا للمقاولين وعضو مجلس الغرفة بالرياض مرحبا فيك محمد أهلا وسهلا سعيد الله صباحك وصباح المستمع بكل خير في البداية محمد بحكم أنه كانت من ال يعني نقولي لهم باع طويل في قضية المقاولات والمقاولين وهو قطاع اللي يعتبر من أكثر قطاعات أهميا في البلد وأكثر يعني حساسية تأثير في نمو الاقتصادي في المملكة ويعتبر من قطاعات اللي يعني يستثمر فيه مئات المليارات وليست مليارات لمن يخضع هذا القطاع يعني تحت أي مظل له من ينظم هذا القطاع بسم الله والصلاة والسلام على العشر الرحمن بي قطاع المقاولات في المملكة قطاع كبير جدا الآن في الفترة الأخيرة أربع سنوات الماضية زاد قطاع المقاولات ثلاثمائة في المئة عما كان فيه قبل أربع سنوات ليوسفنا جدا إحنا كرجال أعمال في قطاع المقاولات إن ليس لدينا أي مرجعية تمثل القطاع في أي جهاز قطاع المقاولات منوط بجميع الأجهزة يأخذ سجل من وزارة التجارة ويأخذ الغرفة ويأخذ تجارة يتوكل على الله يبدأ مع كل جهاز التصنيف في وزارة البلديات التمويل من البنوك إذا أخذ مشروع عنده معرض لكل الأجهزة الحكومية أنه يخاطبها في الفسوحات يخاطبها في أي شيء في نفس الوقت يعني المستثمر الأجنبي يحسن منكم المستثمر الأجنبي له جهة معينة ثابتة ثابتة شباك واحد شباك واحد تخدمه حتى في مكتب العمل وأنت وطني مالك الشيء الواطني يعتبر مواطن لازم يلف كل الشوارع طيب فنحن في المملكة يعني صراحة قطاع لما تشوف قطاع المكاولات العام يفوقه 600 مليون مليار دولار في السنوات الأخيرة 4 إلى 5 الماضية رقم مهود يعني رقم كبير جدا كما تشاهد حكومة خادم الحرمين ضقت مشاريع كبيرة حتى السنة دي في الإسكان وفي الصحة وفي كل هذه المقاولة السعودية جديرا أنه نفذها ولكن المقاولة السعودية الآن يعاني يعاني من قلة حوامل يعاني من المرجعية يعاني من العقود القديمة اللي مضى عليها ماتوا من نظموا هذه العقود هو الله يرحمهم من زمان وإلى الآن لم تعدل التمويل ما فيه تمويل البنوك لله الحمد عندنا شبعانه وتمويلها جيد صندوق تمويل المقاولين الذي أمر في القرار 23 وقرار 155 مع النظر في العقود لم ينفذ إلى حتى تاريقه وماذا صدر هذا؟ صدر قبل ثلاث سنوات ولي الأمر يحفظه الله أصدر قرار 155 وقرار 23 قرارين متتاليين مرسوم ملكي هذا؟ قرار وزاري وزاري نعم وزارة من مجلس الوزراء قرار من مجلس الوزراء وش نص على القرارين؟ نص على أولا النظر في العقود والاكتداء بعقد فدك النظر في إعادة صندوق تمويل المقاولين وصندوق المقاولين كان قبل أربعين سنة موجود تبع وزارة المالية بس خلال برجع للقرار هذا 155-23 يصدر من مجلس الوزراء ونص على نظر في عقود العقود الأشغال العامة كلها في وزارة المالية ولا سوى شيء سمعنا فيه مناقشات فيه مسودات طلعت مش مفترض أن يسوي هذا القرار المفروض يصدر خلال ستة شهور يعني يصدر شيء وش يصير يعني لما يصدر العقود جديدة تعطيك دفعة للمقاول تعطي حقوقه يعني إذا تعثر إذا عنده مشاكل بدل ما تسحب المشاريع تعسفية أحيانا تصير تعسفية يعني إعادة تنظيم إعادة تنظيم وفي نفس الوقت تعطي حقه ارتفعت المواد تعطيك حقك نزلت المواد تاقد حق الدولة تأخرت يعني عقد في ذلك عقد منصف للجميع عقد منصف حتى بالترسيات هذا القرار صندوق تموين المقاولين ما حد سأل فيه إلى يوم من ضمن القرارين هذين من ضمن القرارين دليل وش يسوي صندوق هذا مفروض؟ سكان زمان يعطيك معدات يعطيك تمويل مواد هو أن من يحتاج إلى مواد ومعدات المقاول لضخمة المشاريع يحتاج إلى معدات ومواد بس المقاول اللي يقولها بحتاج فلوس أنا أعتقد ما هو مقاول خلص يصبح يريد أن يأخذ فلوس يتوقع على الله ولكن المقاول يحتاج إلى فلوس يحتاج إلى معدات يحتاج إلى مواد يحتاج إلى تنظيمه لو جاء صندوق يا خي عندنا قدوة حسنة صندوق صناعي لو نقتدينا به في هذه الجزئية نظم الصناع نظم الصناعيين وعطاهم قروض جيدة وفي نفس الوقت يتابعهم ومتابعة الصناعيين الآن أنا عندي مصانع يتابعنا سنويا يمر على الصندوق الصناعي ويتابعك ويتابع مستجداتك وش سويت وش أنتج خلنا رجع للتنظيم حك الكتاب أبو محمد الآن هون نقول أنه أنتم لكم كل جزئية مع جهة حكومية ووزارة طيب وش الوضع يعني قائم يعني متعايشين معه أنتم يعني والله هو المقاول السعودي أنا أعتقدر يعني مرفعت صوتكم من ناحية المطالبة من ناحية أنه مفروض عدلوا وضعنا اجتماعات نقاشات كتبنا قابلنا مجلس الشورى قابلنا مجلس الاقتصاد الأعلى كتبنا هذا الأمر يعني ما تبلور شيء مشروع ما تبلور شيء إلى الآن بالنسبة للعقد تبلور موجود في وزارة المالية ولكن عند المستشارين الله يجزاهم خيري إلى الآن يفحصونا ويدققونا وخايفين من المقاول أنه يأخذهم ويأكلهم وانت عرف المقاول تراه يعني يصبح شبهة أحيانا في عقودة لا يدخل عليهم مدافع على المقاول على المقاول على المقاول العقودة الأولى كلها على المقاول ما علي الدولة تأخرت عليك طيب ليش ما سويت وأنتم كم مقاولين يعني كاقتراح تنتازي شو يقول نجيب لك مستثمر أجنبي وعشان تروح هي تلستمار يعطونك كل شيء والله شوف هذه ما نبينسويها لأنا سويت في الدول المجاورة وتعبت واستجابوا أجانب هل ممكن أحد يسوي هالشي لا أخفر على فكرة لكن هل ممكن أحد يلجأ ليها في بعض المستثمرين أعمل شراكة مع أجنبي وأنطلق هيئة الاستثمار عشان يفتكم المسألة هذه عشان يدخل في نظام الاستثمار ونظام العقود جميع الشركات الأجنبية الآن أغلبها عقودها غير عقودنا في عقود معينة الآن في شركات أجنبية تعثرت لما أخذت بعقود الدولة تعثرت طيب محمد عرفنا أن القطع ليس منظم ولا له مظلة ولا لكم قائد يقودكم من ناحية أن هذا تنظيم هذا الشريع طيب لأن وزارة المالية بحكمة نحن تكلم عن مشاريع الكبرى من خلال الدولة القطع الخاص واضح يعرف يأخذ حقه لكن الدولة لما تطرح مشروع مشتشفى أو بناء جامعة أو جسور أو طرق إلى آخر أبي عرف شون تبدأ الخطوات من بداية طرح المشروع عليين يوصل للمقاول والتنفيذ هو شوف كل وزارة تحصر ما لديها من مشاريع شوف والطفرة هذه اللي حصلت في الأربع سنوات يؤسبنا جدا الأجهزة الحكومية جميع الكوادر الجيدة والمهندسين تسربوا من القطع فأصبحت الأجهزة الحكومية أو إدارات المشاريع في هذه الأجهزة لديها الكوادر بس برواتب ضعيفة جدا وعدد بسيط جدا اضطرت مشكورة مع هذا الضغط إنها تاخذ مشاريع قديمة مثيلات لهذه المشاريع وتعمل دراساتها وترسي بدون دراسة جديدة لأنها ما تأخذ وقت في الدراسات بعض منها يعمل دراسات ولكن لضخامة المشاريع لضخامة ما لداها الوزارة الوزارة اللي كانت عندها حجم 200 مليون أصبح عندها 200 مليار مشاريع فاضطرت إنها تأخذ الدراسة السريعة زي ما يقولوا قص و لزق فهذه الدراسة فهذه يجيب كارثة يجيب كارثة ترتبط على هذا الجزئية مع وزارة المالية وزارة المالية تعطيها إشارة في الميزانية إن فيه ارتباط على سين مبنى في المكان البلاني وكذا مبلغ مقضوع تخصص له سيولة 5% من السيولة يبدأ الجهة الحكومية بطرح المشروع يتنافس المتنافسون في هذا المشروع يجي من النظام المناقصات يقول 35% أقل من تكلفة الدولة تخيل مهندس جالس والمشروع في أي بلد من الحال المملكة أو في الرياض يقيم المشروع مثلا مئة مليون تقييم المهندس مئة مليون فهو ما شاف الطبيعة ما شاف على الورق على الورق المئة مليون لما يرسل المشروع لك إلى 75 مليون يرسيه لا أكثر 35% إلى 35% يقل أقل العضاء ترسي على المشروع يعني أنا جيت وحطيت المشروع ب60 مليون أعتقد أن يرسلنا عليك رغم أني أنا ما عندي ما شبح 20% يعني يدورون السعر يدورون السعر هذا نظام برضو عقيم جدا ما يدورون المؤهد طيب ما يحطون دراسة للمشروع هذا أنه لا يمكن أن ينفذ أقل من هذا المبلغ هم حطين دراسة 100 مليون لا بس هذا يقول لك يعني هذه تكلفته تكلفته لكن لو جاء مواحد قال 70 يعرفون أنه ما يمكن 70 طيب أفروض هو أقل من 35% ما يمكن ما يرسلنا عليه يتشاورون فيه 35 مليون 35% من تكلفته من تكلفته معنات أن المقاول معنات أن المقاول يكسب أكثر من 65% تقريبا 65% مليون ما يرسل عليه 35% أقل ما يرسل عليه من 35% من التكلفة ففي حالة دي يرسلنا عليه إذا أقل من التكلفة 30% يرسلنا عليه تخيل مقاول أقل من التكلفة التي حطها المهندس مع ظروف المتغيرات وحيانا بعض المهندسين يبالغ في المشروع يزود فيه هذا ليس سوى في مشروع مبالغ وفي مشروع غير مبالغ هذا تعمل سبب تأخيره سبب تعثر المشاريع من أسباب التي تعمل في نفس الحالة يرسيها على المقاول وشي الأفضل طيب رأيك الأفضل أنك تدرس المشروع دراسة جيدة تسند المشروع لتصميم وتصاميم من قبل المكاتب استشارية تعطيك التكاليف الصحيحة ترسي المشروع يعني عدة مكاتب في نفس الوقت إذا رسيت المشروع تنظر للعطاء المالي قوة المقاول والعطاء الفني أولا العطاء الفني هل هو مؤهل قبل فتح العطاء المالي زي ما يعملون في أرانكو في المتقدمة إذا أن الشخص مؤهل أن يرس عليه يفتح العطاء المالي إذا أنه في العطاء المالي أقل برضو يعني هو شيء قيم قدراتك قيم قدراتك أما أنك ترسي المشروع يأتي واحد ما لف القطاع لأربع سنوات أو لثلاث سنوات ومصنف تصنف يأخذ له مجموعة مشاريع وصنف بسرعة قدرة المالية خمسين مليون ويأخذ المشروع بمليار هذه متناقضات ما تجي ما تجي ما تصير لأنه ما قيمته ما درسته أنت يمكن ما تدري عنه يمكن هيكلتها الداخلية وإدارتها إدارتها للمشاريع وإدارتها عندها الفنية ضعيفة جدا ولكن أنا أقول مقاولنا السعودي عندهم قوة عزم وقوة بأس المقاولين في المملكة العربية السعودية لو حصل على تمويل برضو هذا الشخص وحصل على تسهيلات هيلفذ المشروع ما مكانته الأمور هذه أعتقد أنها سهلة لدى المقاول إذا حصل على جميع الإجراءات التسهيلية طيب محمد الآن على مسألة أنه غير منظم أو قطاع هل تعتقد أنه الآن دخول الأجنبي يأخذ الفرصة على المواطن السعودي اللي هو المقاول بمعنى أنه يأخذ الفرصة أعلى منه وبالتالي يصير هو ليقدر يأخذ المميزات من الجهات الحكومية بترسل المشاريع أكثر ما هو المقاول السعودي يجينا نقارن بينهم شوف هو ميزة المقاول الأجنبي هم نوعين مقاول الأجنبي الصغير هذا ما ما تنظر لهذا تبر زي ما ذكروا في الاستثمار هذا تسكير للتسطر المقاول الأجنبي اللي هو المقاول لحظة وشمعنى تسكير التسطر يعني يقولوا أنه عشان كان فيه تسطرات مقاولين يشتغلون معناسهم تمسا تسطرين حطوهم الفرصة جزاهم الله خير يعني في المقاول الصغير وهذا ما يأثر أنا ما أعتقد فيه تنافسيات بسيطة ولكن مهم مثل المقاول الكبير الآن الأجنبي اللي دخل البلد يعني لما تجي للشركات الصينية 88 شركة لما تجي للكوريين لما تجي للأتراك لما تجي شركات دقلت المملكة بحجم كبير أولا جت بتمويل من بنوكها وآخرهم الأتراك يطالبون بفتح بنك لهم عندنا في المملكة العربية السعودية عشان تمويل مقاولينهم وعشان ضبناتهم هذه نقطة ترى من أهم النقطة التمويل ثانيا جوا بعقود في توقيعهم العقود معهم مستشارينهم بين